السلام عليكم ورحمة الله معكم هشام وتقريبا هذا حيكون اخر فيديو نتكلم فيه على كيفية تحميل خدمات جوجل على هواتف هواوي الجديدة نزد في قناتي من قبل تقريبا 3 او 4 فيديوهات وهذا ان شاء الله حيكون اخر فيديو نشرح فيه هذه الطريقة لان بصراحة خلاص اي شخصية بدأت نتعاود على استخدام جهاز هواوي من غير خدمات جوجل ولكن ما زالت وصني العديد من اسئلة استفسارات ودقول لي نبقى نعرف كيف الطريقة فهتكون هذه ان شاء الله اسهل طريقة وعن طريقة ممكن تحصل حتى اختصار الجوجل بلاي او متجر جوجل على الشاشة الرئيسية لجهازك فمن غير ما طول عليكم خلين ننتقل للشرح تمام في فيديو اليوم هنقوم بثلاثة خطوات الخطوة الاولى وهي تحميل تطبيق جي سبيس ولكن ليس جي سبيس الموجود في الاب جالوري وانما نسخة معدلة منها الخطوة الثانية هي التنزيل تطبيق الاختصارات والخطوة الثالثة هي اظهار الاختصارات على سطح المكتب فخلين نبدو بتحميل جي سبيس طبعا هتلاقوا الرابط موجود في وصف الفيديو بعد ما تحملوه ننتقل الى مدير الملفات فحنمشي الى فايلز او مدير الملفات تمشوا لي الهاتف وبعدها تدوروا مجلد الداولود فنضغط عليه مش البراوزر هنلاقوا جي سبيس هني الضغطة مطولة وبعدها مور وبعدها اكستراكت او انك انت تفك الضغط الخاص بهذا الملف اتأكد بس انك انت تختار كارنت لوكيشن او المجلد الحائي تضغط على اوكي الان تم فك الضغط على هذا المجلد نفتحه هتلاقي فيه مجموعة من الملفات فتضغط على الجي سبيس تضغط على اللاو او السماحية تضغط على تنصيب او انستول تضغط على اوبن او فتح فلما تفتح التطبيق هيحتاج بعض الاذونات طبعا مفروض تسمح بهم كلهم ولكن احيانا هذه الاذونات لا تكون كافية فالاحسن احيانا نمشي للإعدادات ونعطيه صلاحيات اكتر تضغط على اول حاجة وبعدها تنتهي العملية الآن الجي سبيس نازل ولكن زي ما قلت لكم الافضل انك انت تعطيه كافة الصلاحيات بيش تحصل لكش اي مشاكل في المستقبل فتمشي الاعدادات تمشي للتطبيقات تطبيقات مرة ثانية وتدور على الجي سبيس وبعدها طبعا هني تمشي البرميشن او الاذونات فزي ما انتم شايفيني الافضل انك انت تعطيه كل الصلاحيات اللي ماحتاجها لنا في بعض التطبيقات لتحتاج كاميرا في بعض التطبيقات تحتاج اللوكيشن مثلا زي جوجل مابس في بعض التطبيقات لتحتاج السنسر مثل بادي سنسر وهكذا فانت تعطيه كل الاذونات اوكي من هنا الآن في شيء واحد بس نقص وهو انك انت تمشي للخلف ترجع لإعدادات البطارية وبعدها تمشي للأب لونش او فتح التطبيقات وبعدها تمشي تدور الجي سبيس لما تمشي في الجي سبيس هني العلامة هنا مفعلة اي ان النظام حيوقف التطبيق لما انت متستخدماش لفترة فانت نقول له لا خليه دايما شغال الآن اعطيناه جميع الاذونات المطوبة ولكن الشيء ها طبعا يرجع لك انت هل انت مرتاح انك تعطي كل هذه الاذونات لتطبيق الجي سبيس او لا فالامر يرجع لك انت بالنسبة لي اني هنعطيه الاذونات باش نرتاح من اي مشاكل ممكن تواجهني في المستقبل تفتح الآن الجي سبيس مفيش اي فرق الآن اللي بيصير ان حين نبقوا نظهر الشورتكات او الاختصار الخاص بالجوجل بلاي او متجر جوجل فخينا نرجع الى تطبيق الملفات ونضطوا على هذا التطبيق اللي هو الشورتكات ميكر او الشيء اللي حينشئ الشورتكات نضغط على اوبن ضغط على got it زي ما انتم شايفين هنا انه التطبيق تم تحميله ضغط على history تضغط على restore او استعادة وتمشي لنفس الملف او نفس المجلد اللي انت نزلت في الجي سبيس هتلاقي في هذا الشيء shortcut.smf تضغط عليه مرة ويقول لك انه تم الاسترجاع خلاص الآن تطلع برة زي ما انتم شايفين هنا عندنا shortcut maker فسحبة بسيطة تضغط على widget والان اتدور shortcut maker فالجناة هنفتحها والان يقول لك اختار ما هو shortcut فحنين زي ما قلنا هنختاره في google play تضغط على history تضغط على play store تضغط على create shortcut الآن زي ما انتم شايفين play store موجود قدامنا لو فتحتها على طول هيفتحها معاي وحيقول لي انك انت طبعا تعمل sign in او تدخل بحساب الجوجل خاص بك زي ما انتم شايفين هنا هيعطيك اسم جهاز owner 8x لان النسخة المعدلة من G space تم عملها على owner 8x ولكن مفروض هذا ما اترش عليه تجربتك عبارة انك انت الان اتدخل بياناتك الشخصية ومرفروض تجنة تحمل التطبيقات لك مين حتستخدم الجهاز انت او ابنك او ابنتك او ابنتك نقول لي انا واكيد طبعا تقبل بعض الشروط الخاصة بجوجل لو وجهتك اي مشاكل في فتح play store الاحسن انك انت تعيد تشغيل الجهاز بعد ما تعيد تشغيل الجهاز تضغط على app store وعلى طول هيفتح لك الان هننزل تطبيق زي ما ترى تطبيق اليوتيوب studio وتطبيق خاص بصناع المحتوى في اليوتيوب اي شخص عندك قناة يحتاج هذا التطبيق وتطبيق مش هينزل معك الا لو كانت خدمات جوجل مفاعلة بالكامل فزي ما انتم شايفين افتحها معي بدون اي مشاكل الان لو انت تبقيه يظهر على سطح المكتب تمشي للجي سبيس وحتلاقي جميع التطبيقات اللي انت حملتها من متجر فنلقيت اليوتيوب ستوديو نضغط مطول عليه وبعدها نضغط على create شورت كوت اد لنضغط عليه هيفتح لي طبعا تطبيق اليوتيوب ستوديو وبهذه الطريقة ممكن طبعا تنازل جميع التطبيقات اللي انت تحلم بها او هتلقاها كلها موجودة في الجوجل بلاي فكان هذا كل شيء بالنسبة لفيديو ما اتمنى يكون عجبك اتمنى يكون استفت منه ولو استفت منه ادعمنا بشير واللايك ومتابع شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وحبكم في الله